صاح لابي والعليا مبارح الموافق 21 مارس 2022 لقيته دولار سعره 17 جنيه و 22 قرش وعلى مدار اليوم فضل سعره يتزايد لحد ما وصل لحد 18 جنيه 25 قرش وينزل تاني واستقر عن 18 جنيه 22 قرش معنى كده ان الدنيا خربت معنى الدولار يحصل فيه زيادة في السعر ويتنقص سعر الجنيه قدامه معنى كده انها هتحصل ازمة اقتصادية جامدة ربنا ما يرهالنا وفيه شوية حيات كده لازم تعملها فعلا لما تحصل حاجة زي كده ما اصلتش عندك سياسة التصرف الغلط السريع ان انا الحق ابيع واحد لا الزيادة دي زيادة عالكل انت لما تبيع حاجة بسعر غالي هتطارد الشرق قدامها بديل بسعر اغلى فشوية حاجات لازم تعملها حاجات انا فعلا بدأت تعملها اول ما الزيادة دي حصلت ولازم تاخد الاجراء ده في اسرع وقت ممكن اول حاجة ان انت ما تشتريش اي حاجة انت مش محتاجها وما تبقىش اي حاجة انت محتاجها لمجرد ان سعرها غالي معاك موبايلك مسلا سعر ورفع اوعى تروح تشتري لي انت هتروح تشتري الموبايل التاني المواجه لي او البديل لي بسعر اغلى خدوا بالكم الاسعار هتوصل لزيادة 15% ربنا يسهل بس وما تزيدش عن كده فهخلال الفترة اللي جاي الاسعار تزيد بشكل تصاعدي وحتى الان في حاجات لسه ما غليتش يعني الموبايلات في اسعارها في المحلات لسه ما رفعتش ممكن يكون اصحاب المحلات نفسهم او التجار هما اللي رفعوا 200-300 جنيه ولكن الشركات نفسها لسه ما رفعتش ولسه ما زودتش الزيادة الفعلية اللي هتقدي لزيادة مبالغ فيها وكارثية جدا في السوق يعني انا بقول لكم 15% يعني الموبايل اللي سعره 4000 جنيه سعره ممكن يوصل ل5000 جنيه ممكن يزيد زيادة 1000 جنيه انتوا عرفيني الزيادة متبقاش لها ايه 15% بس لا بيحصل شوية تحبيش وزيادة من المحلات ومكسب التاجر فممكن يوصل ل1000 جنيه زيادة في الموبايلات اللي هي المتوسطة الاقتصادية ممكن تزيد لها 300-400 جنيه والموبايلات المتوسطة العليا مثلا كحاجة احنا نتكلم فيها ممكن تزيد لها 1000 ونص يعني موبايلات ب8000 ممكن توصل 9000 ونص وده طبعا بالاضافة للزيادة 10% اللي زادت في الفترة الاخيرة فانت كده زيد لك بتاع 50% زيادة فوق سعر التليفون فدي حاجة يعني بعيدة او طيب انا كهواري عملت ايه وانت كمستخدم وكاحب بتفرج عليها مثلا ممكن تعمل ايه اللي يفيدك لو انت فيه سلعة استهلاكية وخصوصا الالكترونيات او الاجهزة الكهربائية او الحاجات اللي هي بتعتمد على الاستيراد في ان هي تيلك او توصل لبلدك فاول حاجة تعمل لك تنزل تدور عليها بسعرها الرسمي او ما يقارب سعرها الرسمي حاليا ودشتريها لو كنت اشتريت مبارح اول ما زيادات زادت او اول ما الجنيه سعر ونزل والدولار ضرب في السماء كنت ممكن ترحق الحاجات بسعرها الرسمي دلوقتي رتب اولوياتك ما تشتريش اي حاجة انت مش محتاجها الرفاهيات حاول تقللها شوية العاب البلاي ستيشن العاب البي سي الاكسسورات الكلام ده كله قللوا خالص شوف الاولويات الاول اللي تعتمد عليها حياتك واشتريها سواء انا جهزة منزلية انت هتتجوز تشتري جهازك طبعا الدهب اركينه خالص الفاتح دي للدهب سعره رفع رفع جمد جدا يعني اخر مرة شفت الدهب ايار واحد وعشان كان تسعمائة وخمسين جنيه فسعره بقى مبالغ فيه قوي والارباء والتمنتاشر بقى بسعر الواحد وعشرين لو معاك دهب مبيعوش خليه معاك يعني ده ده حاجة كده اللي انت ايه بتأمن نفسك بيها طالما انت مش محتاج تبيع ومش مزنوق في فلوس دلوقتي ما بيعش الاجل البيع فزي ما قلنا رقم واحد تنزل تشتري السلعة الاستهلاكية الاساسية اللي انت محتاجة او اللي بيعتمد عليها شغلك او حياتك لو انت كنت مقرر سواء غسالة اللي تلاجأ ايها الحاجات دي روح شوفها بسعرها الرسمي موجودة فين ولو عندك حاجة تقدر تقصب بها دلوقتي يعني انا مثلا دلوقتي معايا اقدر اقصب بيه انا مش برحب بالقص ولكن دلوقتي لو الحاجة بسعرها الرسمي وانتقدر تقصتها بدون فوائد السلعة دي بالتقصيد طالما انت تملك سعرها كامل كاش تقدر تدفعها كاش همينجة نظري خلي معاك سيولة لانك هتحتاجها كتير اول فترة اللي جاية ان الفلوس امتها قلت فالسلع سعرها يزيد فانت هتبقى محتاج يبقى معاك سيولة زيادة الفترة اللي جاية تاني حاجة اشتري السلع الاساسية زي اكله شرب والحاجات الحبوب اللي ممكن تشيلها انا عايف ده برا محتوى القناة ولكن تحتاج تعمله فترة اللي جاية تنزل تشتري الرز والشعرية والحاجات اللي هي تستطيع تشتريها دلوقتي وتخليها عندك وتخزنها عندك دي برضو تشيلها مثلا انت كفيك شهر شهرين او لو حتى تكفيك شهر رمضان هتخذين شهر رمضان الفضيل كل سنة والطيبين والمضان مبارك عليكم ان شاء الله فحاول انت تشيل السلع دي دلوقتي اللي برضو سعرها لسه مزاتش وسعرها في نزول الفترة اللي فاته بسبب ان فيه روكود الناس ما بتشتريش لان فيه ازمة اصلا اقتصادية حاصلة داخلية فمعاها الازمة الخارجية اللي زادت التقيم بلا فالناس اصلا ما بتشتريش فالشوارع فاضية والاسواق دلوقتي شبه فاضية فدي حاجات برضو انت لازم تلحقها تالت حاجة وهي ان انت ما تبيعش حاجة عندك زي ما قولنا في بداية الفيديو لو معاك موبايل مثلا ايفون مثلا سعره دلوقتي ضرب بسعر الايفون ترتين اللي كان سعره ما يقارب تلتاشر الف جنيه دلوقتي سعره بقى خمسة وعشرين الف جنيه في لحظة وده من السلة اللي هي بتتأثر بسرعة عليه انه هو معتمل بشكل كامل على الاستيراد ومالوش وكيل حصري او وكيل رسمي مثلا او ابل نفسها موجودة وكلامي ده على كل الاجهزة مش على الايفون بس ولكن الايفون اكتر حاجة اتأثرت الفترة الاخيرة لكام ساعة الاخيرة انه هو بيتم استيراده بشكل كامل وما فيش ابل ستور في مصر بشكل رسمي فسعره زاد حاجة مثلا الايفون ترتين اللي هو بتلتاشر وشوية تلتاشر متين تقريبا سعره بقى خمسة وعشرين الف جنيه فسعره مبالغ في اول ايفون ترتين برو بقى تلاتين الف جنيه فما تفكرش تشتري حاجة مبالغ فيها زي كده خليك في الاساسيات تاج موبايل متوسط موجود اصلا في السوق سعره شبه رسمي انزل اشتريه فيه ستوكات جران خلصت ال اتنين وخمسين اس اللي كان بيقدم صفقة كويسة في السوق الناس اللي مش متابعة الموبايلات كان سعره حوالي ستلاف وخمسمائة جنيه ستلاف وستمائة جنيه سعره دلوقتي سبع تلاف جنيه واذا لقيته تعالى كلمني اتسحب من السوق لان هو كان صفقة ممتازة والناس لسه بترتب دماغ هتعمل ايه بالزبط فيه موبايلات كتير اختفت من السوق واجهزة خلال الفترة الجاية هتختفي كل اللي فعلا كان هو يجهز نفسه او يشتري اجهزة كهربائية البيت والفترة اللي جاية يلحق يعمل الموضوع ده دلوقتي ان الاجهزة لما بيزيد بزياد عندنا في مصر ما بترجعش حتى بعد النزول وتفتكر 2016 كل الحاجات غليت وبعد ما الجنيه بتده يزبط نفسه والدولار سعر وتزبط ونزل والجنيه رفع تاني نوعا ما بالنسبة للفترة الصعبة اللي عدنا بيها مفيش حاجة نزلت العربيات اسعارها بقى مبالغ فيها دلوقتي او عا تفكر الشرع عربية دلوقتي ويتخلي الناس يستغلك المفروض ان انت مع الكساد اللي هيحصل ومع الركود اللي هيحصل ان الحاجة اسعارها تبقى يعني منطقية والزيادة تبقى منطقية مقابل الازمة اللي احنا نبقى فيها وان السلع نفسها لسه موجودة في السوق وما بتنالاش نستورد ولكن الاستغلال ثم الاستغلال ثم الاستغلال طيب عوار انا ما عنديش فلوس اشتري حاجة دلوقتي وخلاص اوال ازمة جات علي خلاص وانا مش هقدر ان انا اجيب اي حاجة وخلاص الاكل والشرب ده عادي انا خزنته او اشتريت حاجات رمضان والكلام ده فانا جاءت بالنسبة للاجهزة او السلعة الاستهلاكية انا مش هقدر اعمل اي حاجة اكتر من كده كل هلهولك ما تشتريش اي حاجة انت مش محتاجها خليك في الحاجات الاولويات رتب اولوياتك رتب قبلوياتك ثم رتب اولوياتك تاني 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 الاولويات ثم الاولويات ثم الاولويات ما تخليش حد يضحك عليك ما تخليش حد تعروض لحاجات انت مش محتاجة دلوقتي تخليك تنزل تشتريها ما تشتريش غير اللي انت ما يحتاجه ويا جماعة يعني انا عارف ان عيد الام كان مبارح وده كان احتفال مهيب جدا بعيد الام حاولوا ان انتوا تتفاهموا وتتصالحوا مع اهلي لا مش لازم انزل اشتري ده دلوقتي بالأسهار المبالغ فيها مش لازم انزل اشتري اجهزة كهربائية غليت دور على الاماكن اللي بيبيع لسه بالسعر الرسمي ريتيل ستورز مثلا لان التجار او الاماكن اللي هي الوكلة طالد يرفعوا الاسعار من دماغ 300 في ربا ميت لو بيقامل نفسه بيطلع سبوبة قبل ما الاسعار الجديدة تيجي عشان هو كده كده اصلا لما الاسعار الجديدة تيجي اوتوماتيك هيرفع سعر المنتج او سعر الحاجة عليك اكتر من ما هو رفعها دلوقت ثالث حاجة ما تتهفتوش على شيرة دولار خلاص هو الدولار رفع خلاص فما تعملوش ازمة اكتر من الازمة خلي فلوسك معاك ما تتهفتش على شيرة دهب او لو انت عايز تستثمر فيه بس هو خلاص سعره رفع دلوقتي فهي الازمة حصلت لما السعر يبقى ينزل يبقى شوف انت هتعمل ايه بالزبط ولكن يعني دي الحاجات اللي انا هعملها انا مش خبير اقتصادي ومش حد بقولك لو حد عنده نصايح احسن من كده اكتبها في الكومنس وطورة شبهي كاملة ولكن عدنا منها لحد دلوقتي فلو حد تاني خبير اقتصادي عنده نصايح يكتبها في الكومنس وتاني دي الحاجات اللي انا عملتها والحاجات اللي انا بعملها دورتها على الاساسيات وعملتها مبارح وبحاول ان انا برضو النهاردة الحى لو انا عدر اعمل حاجة تاني وتاني لو معاكوا تاب ما تبيعوهوش لو معاكوا اجهزة انتوا مش محتاجين تغيروها ما تغيروهاش ومتخسروش حاول انتوا تتفادوا الخسارة باكبر شكل ممكن ويه بس كده دي كانت كل حاجة وربنا اعدي الازمة دي على خير وبس كده دي كانت كل حاجة في الفيديو ويعرف الفيديو محتوى بتاعه بعيد شوية عن محتوى القناة ويعرف ان انا مش خبير اقتصادي ولكن دي كانت نصايح يعني ايه بحاول قولها لكوا حاجات اللي انا بعملها اوسيق يعني الحاجات اللي انا بامش عليها السياسة اللي بامش عليها لما تحصل ازمات زي كده اتمنى الفيديو يكون فاتكوا وليه اندوكوا نصايح اكتبوا في الكومنتز وبس كده لما اقعوا بالحوان هواري شوفكوا في فيديو جاي ان شاء الله والازمة دي تعدي بإذن الله مع السلام